كثفت حركة رشاد الإرهابية من نشاطها لاختراق الصفوف وتحويل الحراك عن مساره السلمي حيث حاولت رفع العديد من الشعارات المسيئة لرموز ومؤسسات الدولة السيادية وفي مقدمتها مهاجمة الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية لكن الحراك الشعبي بوطنيته الأصيلة قابلها بشعارات معاكسة أفشلت نواياهم الخبيثة كنا نتفهموا كي كنا في الحارة كي كنا كوريكتي في واحد كنا نتفهموا على الشعارات نهار نقسم الحارة وحتى إليهم الناس هذا مهم مش متفهمين عليه سلوغون يعني لكان بوكو بلوس يصر على هذه الشعارات سي الجماعات عرشاد يعني على رأسهم العربي زيتوت خاصة تركيز تركيز على شعار تاع مخابارات إرهابية تسقط المافيا العسكرية درنا اجتماع أنا أصلا اعتزلت الاجتماعات معهم لأننا عمرنا لتفهمنا دايما الدبزة دايما المشاكل عمرنا لاتافقنا على تينيرار واحد ولا على دي سلوغون ولا عمرنا لاتافقنا على عمل منظم